السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإدارة المركزية لمجموعة مدارس الأقصى تقدم لمتعلميها أنشطة داعمة في مكون التعبير الكتابي إذن على بركة الله سوف أقوم بقراءة الأسئلة لكي تفهمها أكثر التمرين الأول كما تلاحظون لدينا أرتب المقاطع التالية لأبنية كلمات أعيد أرتب المقاطع التالية لأبنية كلمات لدينا أربع كلمات تتكون من مقاطع مباثرة ستقومون أنتم بترتيبها لكي تحصلوا على كلمة صحيحة وأعطيتكم هنا مثال إذن سأقرأ المقاطع الأولى أعطيتكم ها سل من إذن هذه المقاطع مباثرة قمت بترتيبها فحصلت على كلمة سلهام كما تلاحظون سلهام إذن الكلمة الأولى هي سلهام على غرارها سنقوم بإنجاز كلمات الأخرى إذن الكلمة الموالية لدينا تن أر جو ح هذه المقاطع مباثرة سوف تقومون بترتيبها لكي تحصلوا على كلمة صحيحة الكلمة الثالثة لدينا را ثن مح أيضا ستقومون بترتيب هذه المقاطع لكي تحصلوا على كلمة صحيحة وأخيرا لدينا لو دم جن لو دم جن إذن هذا هو التمرين الأول الآن سنمر إلى التمرين الثاني التمرين الثاني المطلوب منه هو أكتبوا المقطع المناسب مكان النقط أكتبوا المقطع المناسب مكان النقط أعطيتكم هنا أربع كلمات سأبدأ بالكلمة الأولى الكلمة الأولى كما تلاحظون لدينا مفتا ولدينا فراغ هذا الفراغ سأملأه بالمقطع المناسب لكي أحصل على الكلمة الصحيحة إذن مفتا هل سأملأ الفراغ بي؟ حن جن أم إذن الكلمة واضحة وقمنا برأيناها في القراءة في الأيام الماضية إذن سأمر إلى الكلمة الموالية لدينا فراغ ما لن لدينا فراغ ما لن سأملأ الفراغ بمقطعين في بداية الكلمة هل سأملأه بي؟ ك غ أم ج سأعيد ك غ ج إذن هذه هي الكلمة الثانية سأمر إلى الكلمة الثالثة لدينا فراغ في بداية الكلمة لابن لدينا فراغ لابن إذن هل سأملأ هذا الفراغ بي؟ غي ث سأعيد لدينا فراغ في بداية الكلمة ولدينا لابن هل سأملأ هذا الفراغ بغي ثع أم كل نعم سأمر إلى آخر كلمة في التمرين الثاني لدينا فراغ ولدينا فراغ هذا الفراغ سأملأه من هذه المقاطع هل سأملأه بدن من أم خن مفهوم إذا كان هذا هو التمرين الثاني فيه أربع كلمات بفراغات سأملأها بالمقطع المناسب والآن أعزاء الصغار سننتقل إلى التمرين الثالث والتمرين الثالث يقول أكمل ترتيب الجمل باختيار الكلمة المناسبة سأعيد أكمل ترتيب الجمل باختيار الكلمة المناسبة إذن كما تلاحظون أعطيتكم فقط جملتين هذه الجملة غير كاملة بها فراغ وأملأ الفراغ من هذه الكلمات لن أحضر كلمات من عندي لا سأملأ الفراغ من الكلمات التي أعطيتكم إذن لدينا فهد ولدينا فراغ ماهر هذه الجملة رأيناها في كرسة القراءة تتذكرونها؟ نعم فهد فراغ ماهر هل سأملأها بي حبوب أم فلاح أم منبه سأعيد حبوب فلاح منبه سأفكر جيدا فهد هل سأكتب هنا حبوب فلاح منبه ولدينا ماهر في آخر الجملة أظن أن الجملة واضحة جدا إذن سأنتقل إلى الجملة الثانية وهي أيضا توجد في القراءة وصبق ورأيناها إمتت جواد الجملة تنقصها كلمة في آخرها إذن إمتت جواد إمتت بمعنى ركيبة صبق ورأيناها إمتت جواد هل سأقول دجاجة جملا أم كلبا إمتت جواد سأملأ الفراغ بدجاجة جملا أو كلبا وإلى هناك أكون قد قرأت لكم جميع الأسئلة أتمنى لكم حظا موفقا وإلى اللقاء في تمارين أخرى إن شاء الله